هنا إذا ما وضعنا عنوان لهذه الزيارة فالدولة في سباق مع الزمن على طال طوال العشر سنوات الماضية كانت الدولة في سباق مع الزمن في محاربة الإرهاب أيضا جنبا إلى جنب سباق الدولة مع الزمن لإحداث تنمية شاملة في سيناء كما تبعنا اليوم في كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجه التحية لأرواح الشهداء وقدم الشكر لرجال القوات المسلحة وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر لن تسمح أبدا بأن يفرض عليها أي شيء أو تصفية لأي قضية إقليمية على حساب الدولة المصرية كل زر ترامل هنا إحنا مستعدين كمصريين نبذل فيها ملايين الأرواح بس ما حدش أرم منه أعتقد هذه رسالة واضحة أنا ببدأها النهاردة ترد على حاجات كتير وسيادة الرئيس قالها في كل الفترة الأخيرة مصر لن تسمح أبدا مهما كان أن يتم فرض عليها أي شيء ولن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا